السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفاق في الجزء الخامس من مانوى احذر من الشريرة واخيرا جاء موعد اللقاء كانت ميليسا تنوي مغادرة منزل عائلة إليزابيث ودعتها يوري وقالت أنها تعتذر عن ما حدث الباريحة وتراها مجددا عن مقاريب تهدعها ميليسا وتخبرها أجل وها هو ذا يوري تعتذر مجددا عن ماذا يوري تعتذر؟ ما حدث في ليلة الباريحة بعد العشاء؟ السحر الذين قد عادوا أخيرا لوعيهم باستخدامهم السحر استطاعوا إصلاح المكان كله بوقت قصير ويوري كانت تعاني أيضا من صدع لكنها أصبحت تعالج من يعانون منه بعينها وبعد أن أخبرت ميليسا يوري عن عادات شربها السيئة لاحقا كانت متفاجئة مما سمعته عن نفسها وشعرت بالإحراج كثيرا وأصبحت تعتذر ومنذ ذلك الوقت يوري أصبحت مثل الروبوت على الرغم من أن الدوق إليزابيث قد أخبرها أنه ليس مستاء مما فعلته لابد أن يوري المسكينة ستظل تفكر فيما حدث للأبد تقول ميليسا لم يكن عليها إخبارها بذلك لكن إن كانت حقا آسفة تتمنى أن تستطيع رفض دعوة البيرون على العشاء في المرة المقبلة تلتفت ميليسا إلى يونا وتسألها ألم يصلوا بعد إلى العربة؟ تجيبها يونا أن السحر بالعادة ينتقلون بالسحر لذا مكان وجود العربة ربما بعيد بعدها تظهر يوري فجأة وتعتذر وتقول أنها ستوصلها إلى هنا بنفسها تستغرب ميليسا من قدومها فجأة وتخبرها لا بأس لكن متأت إلى هنا في الأساس فلتعود حالا وتفكر في عقلها الطريق الطويل مشكلة لكن المشكلة الأكبر لا تعلم ماذا تفعل مع هذا الذئب الذي لا يزال خجولا في الصباح أخبرها أنه ليس جيدا كخادم لها وهو يعتذر تقول إنه عنيد جدا لن يستمع لها حتى بعد أن أخبرته لا بأس بعدها تخبره ميليسا أن هناك بعض الشعر على سترته لذا يجب أن يكون حذرا حتى لا يحدث له احتقان بعدها يقوم بنفض السترة لوحة بالسترة عدة برات بعدها سمعوا صوت عطسة لشخص ما التفتت ميليسا إلى يونا وإلى ناين لم يكن أيا منهما من عطس إذن تتساءل وتقول جاك بود بريت لكن لم يجبها أحد بعدها تقول ميليسا لناين أن يقوم بنفض سترته مرة أخرى بعدها عطس الشخص مرة أخرى وتقول أجل كالأيام السابقة لا يزال يتجسس بالخفاء تنادي عليه وتقول ألن تخرج بعد؟ بعدها طل القمر تسأله ما الذي جاء به إلى هنا هل هو بمهمة للعائلة الإبراطورية؟ وتقول في الحقيقة يمكنها تخمين سبب وجوده هنا هي فقط لا تريد الاعتراف بهذا لأنه شيء سيء تغضب وتقول أم هل هو هنا للتجسس على يوري؟ استغرب تجسس؟ بعدها يقول إنه فقط اشتاق لها تتقزز ميليسا وتقول الذهاب لمنزل شخص ما ومراقبة توهدون أن يعلم فقد اشتياقك له لا زال يسمى بالتجسس هل يعتقد أن بعض الظهور البراقة ستجعل الجريمة رومانسية؟ تخبره بالتأكيد هو لا يملك إجابة تقصد بكلامها؟ بعدها يسمع في الخلف صوت أحد يتمتم بنغمات ترارارا بقى هو ده الحب ده قال الأستاذ العاشق الولهان ولي العهد وهنا صدم ولي العهد فزع ويقول ميليسا لقد اعتقد أنها هناك لكن لماذا هي هنا؟ تقول ميليسا إنها ليست في المزاج المناسب لركل ولي العهد إنها فقط ستجنت أماما لازل أمامها بعض القاذورات الأخرى ما هذا؟ ومرت الأيام كانت ميليسا ساعدة وتقول إنها فقط تخبر هذا لها كل مرة يتم دعوتها فيها لا احتساء الشاي بمنزل إليزابيث أول ما تبحث عنه دائما هو سيفها تضحك يوري وتقول إنها لطيفة كم تحبها ويبدأ حب الصديقات كان الأربعة متجمعين ما شاء الله والجميع يعلم سبب إحضار بيليسا للسيف وخاصة جاك فورتون بعد الجلبة التي حدثت مع بيكوك قد بدأت في قتال الأبطال المتبقين بجدية إن لم تضع حدا لهذا حياة يوري المسكينة من الواضح أنها ستنتهي بالمرحاض محاطة بالفضلات إذا كانت تظاهر بأنها لا تعرف يوري ولا تراها أو تسمعها ستسمع هذا من الأربعة يوري أريد أن أتزوج بك بدلا من خطيبة السابقة كانت يوري أنت رائعة لستك تلك القمامة هناك إنها ألد عدائي تبا لها وأنا أكرهك أنا أكرهك كل من هؤلاء الأربعة كان لديه شيئا ضد ميليسا ساعدتها لأنها تعلم أنه في النهاية ستصطدم بأربعة رجال أوغاد حقيقة تحولها إلى ملاك لمسندة يوري بالنهاية هي لم ترد أن تكون شريرة الرواية المكروهة من قبل جميع الرجال هناك طريقة واحدة لتقوم بالوصول لهذا ويتخلص من جميع الرجال الأوغاد حول يوري لقاب الشريرة هذا لن يضيع هباء ليس من الجيد ترك هذه القذورات ستصبح الشريرة لكن بطريقتها الخاصة بمجرد معرفتها بالأمر بأي وقت كان باستطاعتهم مقابل تيوري به تذهب مسرعة تقوم بالتدخل بالقوة تماما كما الآن تقول في عقلها للأسف هناك القليل من الأشخاص كما أنه من الممتع مبغتة النبلاء كان منزل إليزابيث مسموح فقط لميليسا دولا عن الرجال والنبلاء الآخرين أو الفتيات بعدما شربت ميليسا من كوبها تقول إنه الأذيذ تسألها يوري هل أحبته؟ تجيبها ميليسا أجل إنه الأذيذ هل هو شاي؟ تجيبها يوري لا بعدها تشعر ميليسا بالحرج وتقول بعقلها لماذا تظهرت بمعرفة هذا بلا سبب؟ لكن لماذا تشعر أنه غير مرغوب بها؟ تقول يوري لميليسا من الطبيعي أن لا تعلم إنه شاي معد من الأعشاب التي قامت بجمعها أثناء بحثها عن طريقة لصنع دواء إنه يدوي الصنع تقولها ميليسا الوصفة السحرية التي طلبتها منها سابقا؟ هل انتهت منها؟ تقول في عقلها هذه هي فتاة الصغيرة لم يمر الكثير من الوقت منذ أن طلبت منها هذا وها هي ذا قد قلبت العالم رأسا عن عقب لإيجاد الوصفة ثم تسأل ميليسا متى تستطيع أخذها؟ وتشكرها حقا لابد أنها قد بدلت جهدا كبيرا تقول لها يوري يبدو أنها إنسانة غير صبورة تقول لها ميليسا غير صبورة؟ إنها إنسانة فانية بالتأكيد ستكون عجولة تقول لها يوري في الحقيقة تستطيع إعطائها لها الآن إن أرادت مباشرة بعد انتهاء حفلة الشاي بعدها يقضع كلامهما يوري ألا تعتقدين أن دعوة أحد أفراد العائلة المالكة لحفل شاي سيكون مملا؟ خاصة برؤيتك تتهام السين مع خطيبتي هذا السيء تعتذر يوري وتقول أنها قامت بخطأ كبير وتفهم ليسا الأمر ها نحن ذا سؤال من هو الرجل الذي يعد أكثر الأوغاد إزعاجا واستغلالا؟ الإجابة هي هذا الوغد يقول لها لا بأس يمكنك التحدث معنا من الآن أنت باهرة الشمال اليوم يوري مقابل دعوتك لليوم أريد أن أقدم لك هدية خاصة تشكره يوري وتقول لكن تشعر بالخجل لا تستطيع قبولها مليسا كانت هاضبة إن كانت سيستمر بالضغط على يوري هكذا ستشعر بالانزعاج لأنها تحظى بحفل شاير مع أشخاص سيئين لكنها لم تفعل لأنها تعلم أن لا خيار لديها هي البطلة لذلك لا تملك خيار سوى السير مع مجرى الأحداث والتعامل مع الأبطال يقول لها هل هذا لأنني أنقذتك بذلك الوقت لا تقلقي حول ذلك ليس بالشيء الجلي كان علي فعل هذا لذا فلتقبليه كعلمون صداقة سينفضر قلبي إن قمت بالرفض تقاطع مليس الكلام وتقول ولي العاهد أنت لا تعلم ما يعنيه أن تتهامس امرأتان أمام رجل ما يقول لها ما الذي تقصده هل تحاول إهانته بكلماتها الضعيفة هذه تجيبه لا فقط تريد تعليم جلالة ولي العاهد ما يعنيه الأمر أمامك إنسان لا أريد قول سيف لأنه لن يكون جذابا إلا إذا تم تجربته على بعض الأشياء المزعجة بالتأكيد أنا أتحدث عن أدوات حفلة الشاي بعدها صمت الجميع كانوا يعجزون على الحديث طبعا فهموا قصدها من كلامها إنه معها سيف وأي حدا بيجرؤ ويفكر إنه يسيء إلها أو حتى لا يوري ويضغط عليها فهيكون آخر يوم للمرحوم بعدها تقول أوه يبدو أنها قد دمرت أجواء لإحتفال لا بأس ستهتم بهذا يوري كانت سعيدة جدا سيكونوا آمنين وبخير بمناسلهم تستطيع إيصالهم في الحال ضحكت يوري كثيرا وقالت إن الأمر ممتع والفضل دائما يعود لميليسا بعدها انتهت حفلة الشاي وغادر الجميع وودعتهم ميليسا بطريقتها اعتذرت ميليسا ليوري التي بدت سعيدة جدا بعدها ودعتها وشكلتها على الترياق تقول يوري لهذا لازال لدي أمل ربما هذه المرة أستطيع التخلص من هذه اللعنة وكم أتمنى هذا عادت ميليسا للمنزل نادت على ناين أرى بطاقة أجل سيدة ميليسا اندهشت منه وتقول واو الآن هو أصبح يجهز الردود مسبقا ايضا انظروا إلى خط اليد هذا انه مثالي لدرجة انه يجب ان يقوم احدهم بصنع خط ناين البشري لابد انه اعتاد على عدم وجود لسانه لدرجة انه بعدها تقول حمدا لله ان يوري موهوبة تسأله ميليسا هل هو مشغول يهز رأسه نافيا وتفكر تعرف انه غارق في تعلم القيام بالأعمال المنزلية انه يكذب الامر ليس مهما ستصعجه بشأن هذا لاحقا ثم تقول له اذا لم يكن مشغول فليذهبا إلى مكان ما معا وتحت ضوء القمر الساطع تخبره تدا هذا هو المكان تخبره في هذا القصر هذا المكان هو الأفضل لمشاهدة القمر والنجوم تحدق به وتقول لتكون صادقة السقف ايضا مكان جيد لتأمل لكن من المستحيل أن يذهبوا إلى هناك بما أن الجيك يتردد على ذلك المكان دائما ثم تخبره ميليسا الأمر هو أنها أتت إلى هنا كان لتضبط مزاجها تقصد يمكنها أن تعطيه إياه لكنها أرادت أن تسمعه يتحدث للمرة الأولى بنفسها سيكون من الأفضل لو سمعته يتكلم عن المنظر الجميل هنا تلتفت إليه وتعطيه العقار وتقول إنه دواء سحري سيعيد لسنه وأنيابه إنها مادة ثمينة والوحيدة من نوعها لكن ناين كان متفاجئ مصدوم وتتساءل لكن لماذا هو لا يشك بها حتى عندما أعطته مادة غريبة حقيقة أن ناين كان يثق بها دائما إنه شعور جيد تبتسم له وتخبره إن هذا بسبب أنه ملكه الآن بعد كل شيء الأشرار يتأكدون دائما من أن يهتموا بأتباعهم ناين لم ينتمي لأحد من قبل لأن لا أحد أراده لم يكن قويا أو شرس بما فيه الكفاية وكان لطيفا جدا بالنسبة لمستذئب وهذا هو السبب أنه لم يتم الترحيب به هناك أخبروه أنت عار على عشيرتنا الأنياب واللسان الذي تمتلكه إهدار فيك عندما أجبر على الركوع أمام رئيس آل فورتون بعد أن تم اتهامه من قبل جاك أصبح في الشوارع الجميع تقصز منه وعندما تجول في الشوارع بعد أن تمكن بالكاد من الهروب لم يأخذ الأمر على محمل شخصي لقد استسلم لكل العداء الذي تلقاه وقبل به كان يعتقد أنه هكذا سيموت لم يعد لديه أي أمل في أن يكون محبوبا أو أي توقعات بأن شخص ما سيقبله لأن لا أحد سيقف بجانبه على أي حال لكن أن تقول له ميليس الآن أنه واحد من أناسها وأنه ملك لها شخص ما أخيرا تقبله كواحد منهم كان ناين متمسك بالدواء ويقول كيف يمكن لهذا أن يحدث كان فقط هو أخر اهتماماتها كل هذا الوقت كيف يمكنها أن تمنحه كل هذا الأمل فوق ذلك بعدها فتح ناين الدواء وقام بشربه تسأله ميليسا هاي ناين هل هو فعال؟ لكن ناين كان يشعر بالألم ويقول هذا الألم لا شيء فقط يريد أن يسرع وينادي الاسم الذي لطالما أراد أن يقوله حتى في أحلامه بعدها تخرج الأنياب بعدها ينادي على ميليسا سيدة ميليسا تبتسم له ميليسا وتقول أجل ناين بعدها ينادي عليها مرة أخرى سيدة ميليسا تبقفت ميليسا وتقول ما هذا الشعور كان قلبها ينبض بعدها ينادي سيدة ميليسا سيدة ميليسا سيدة ميليسا تسأله هاي ألا يعرف كيف يقول أي شيء آخر عدى سيدة ميليسا تتسأل هل هذا أثر جانبي للدواء بعدها يركع ويقول سيدة ميليسا إن كان الأمر على ما يرام معك هل يمكنني إمساك يديك أود أن أظهر لك تقديري تتمتر ميليسا وتقول حسنا لكن ما الذي يحدث يقول لها أن أنيابه وليسانه لم يعود إليه بدلا من ذلك أعطته واحدة جديدة لذا كل شيء انتمي إليها سيقدم نفسه كله لها إنها سيدته الوحيدة رجاء فالتدعه يبقى كواحد من رجالها إذا كانت ترغب في ذلك بعدها يقبل يدها ويقول على الأقل حتى يسدد كل ما يدين لها به لكن ميليسا كانت في عالم موازي تقول إنه هذا الشيء أليس كذلك حيث يقبل الرجل يد سيدة تقول إنها تشعر بالدغضعة ثم تقبره تقدر له وقته تفهم من ذلك أنه يجب أن يكون حقا راضي عن هذا إذن لكن ممت صعوبته في تقديم نفسه لها لطالما اعتقدت هذا لكن إنه لطيف جدا وماذا يعني فليسدد لها إنها تفعل كل هذا لأنها تريد ذلك بالإضافة إلى أن يوري هي من صنع ذلك الدواء وليست هي كل ما عليه القيام به هو القيام بعمله جيدا لا يتذمر على يوري من الآن فصاعدا وبهذا لن تضطر لضرده أبدا وليست بحاجة ليضحي بنفسه أيضا ألن يكون هذا عملا ترفيهيا يتوترين ويقول لا لكن كان يفكر بأن يوري ستسرق مليسا بعيدا عنه تقول له مليسا ما الأمر يقول لها لا شيء تخبره إذن لا يجلس هكذا ولنهض لابد أن ركبتيه تؤلمانه يقول لها شزء كبير من قوة المستثئبين تكمن في أنيابهم بما أنهم عادوا إليه سيكون بخير تماما حتى لو ركع هنا لأسبوع تضحك مليسا وتقول أوه إذن الآن بما أنه يستطيع الكلام فإنه يرفع صوته عليها صحيح ياله من شرين ستدعى الأمر يمر فقط لأن صوته جميل يقف ويسألها هل أعجبها صوته تومئ بجدية أجل هذا صحيح تقول إنه لطيف ووسيم والآن صوته جميل هل هذا شيء سيء إن تركها وذهب مع يوري ستقبل هذا بصدر الراحم ستودعهما وتقول أليس كذلك؟ بعدها يتحدث ناين بجدية أو ماذا عن الذي تحدثت عنه مليسا سابقا؟ سيغني الراب تقول له مليسا مستحيل إنه لطيف لا يلق بالراب أبدا أهم ننتقل لأحداث أخرى تقول مليسا أن نهاية الصيف سيكون حدثا كبيرا إنه الاحتفال تخبرها يونا الاحتفال شيء جيد فهو يعني أعمال كثيرة مما ستدر نقود كثيرة لها تحدق بها مليسا وتقول إنها حقا شيطانة نقود هذا يذكرها بالهراء الذي قاله ناين البارحة في الحقيقة تعتقد أن يونا ستؤدي أفضل بالراب يو يو يا صاح أرني نقودك الآن هذا ما كانت ستقوله يونا ثم تقول يونا هذا الاحتفال بالأساس هو للعامة لم تعتقد أنها ستتحمس له لم تستمتع به قبلا تفكر مليسا بهذا صحيح كما أن مليسا كانت معروفة وبسط النبلاء أنها شرير جالب للمشكلات لكنها ما تزال أورستقراطية والشخص الوحيد الذي يستطيع المشاركة باحتفال شعبي للعامة هو من يكون من الطبق الدنيا من الأورستقراطيين حيث لا يهتم بمظهره والآن إذا كانت مليسا تريد الذهاب وكأنها بطلة تنصر الفقراء ثم تقول مليسا ليونا أن هذا لا يهم أحيانا تشعر بالمتعة عندما تذهب تسألها يونا هي لا تعتقد أنها ذاهبة للحصول على شجار كبير أليس كذلك؟ تصمت مليسا وتتوتر وتفكر إن كلامها صحيح اليوم ستتشاجر مع إيان فسيليوس تنادي مليسا على ناين وتقول له ما رأيه أثناء هذا الاحتفال أن يذهب في موعد بعدها يوقع ناين ما كان يحمله كان متحجر في مكانه تسأل مليسا إن كانت قد طلبت من يوري هذا لكن لطيفهم ناين قد قام بخدشها كان متوتر ويقول ماذا؟ موعد؟ أتتحدث بجدية؟ تقول له سمكة لطيفة ياللطافة تعبيراته هل يعتقد أنها تمازحه؟ تقول له أنا أطلب منك الخروج معي بموعد وأنت تسألني إن كنت أتحدث بجدية؟ إن لم تكن تريد الذهاب معي لا بأس هناك الكثير من الرجال كناب هو لا في أي ذرة من الحقيقة لأنه لا يوجد رجال حولها يقول لها لا 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 يريد ذلك بل يحب الذهاب معاه أيضا تدبع وتقول كما توقعت من ناين قد وصل حد البكاء عندما حاولت سحب هذا لا يجب عليها الاستمرار بالتلاعب بهذا الفتى الجيد تقول له أن لا يقلق هذا ليس بالشيء الجلي لن تقوم بخداعه هذا ليس موعدا حقيقيا أيتذكر عندما قالت له أن يكون شركها بالحفل؟ هو أمر مشابه لهذا يتوتر ويقول هذا هو الأمر إذن؟ تقول له أجل وهما لن يذهبا وحدهما لذا لا يقلق يسألها مع من سيذهبا إذن؟ تعدد مع يوري وإيان وتفكر آخر مرة تقابلت مع يوري قالت لها أن إيان عرض عليها الذهاب للحفل معاه إن هذا الحدث هو واحد من أهم أحداث الرواية لذا بالتأكيد لن تستطيع تجنبه لذا من سيوقف إيان هي مليسا لكن التركيبة بينها وبين يوري وإيان صخيفة مليسا خطيبة إيان التي طلبت الانفصال إيان خطيب مليسا المعجب بامرأة أخرى يوري هي الامرأة الأخرى القتال بين الشريرة والملاك التي على وشك خطف الأضواء أو ربما المرأة التي تحارم حتى لا تفقد رجلها والأكثر إزعاجا هو استمر إيان بفعل كل ما يحلو له منذ أن طلبت الانفصال وما يزعجها أكثر هو بالرغم من أننا انتهينا ليس لديك حل سوى العودة إلي ربما حبك لي لا يسال سليما ولا تتحملين رؤيتي مع الأنسة يوري لهذا السبب قررت أن أدع الأنسة يوري إلى المهرجان وأن أعترف بحبي لها احتمال أن يخطئ إيان في تفسير كل شيء لصالحه تقول مليسا في عقلها إن قمت بتسوية سوء الفهم هذا سأصطد دماء العائلة الملكية بيدهاي بعدها تسمع ناين يتحدث حبيب وخطيبته تسأله مليسا ماذا؟ يجيبها الأشياء يقول لها إن كان هذا هو الأمر لا تتردد في إخباره أي شيء سيفعل أي شيء من أجلها تشكره مليسا وتقول لكن هذه المرة هل سيختفي فجأة في منتصف الأحداث؟ يقول لها أمرك لم ولن أهرب وأتركك تحطق مليسا وتقول في بعض الأحيان عندما تنظر لعينها ناين تشعر بشيء غريب بعدها يقول لها أنه سيغادر هل هذه كل الرسائل التي تريد إرسالها؟ تجيبه أجل ترجو منه أن يعتني بالاحتفال لذا فلا يتأخر تقول مليسا هذا غريب تشعر لسبب ما بالخوف وهتفكر مليسا فقط لتتوقف عن التفكير الآن ماذا سترتدي للإحتفال؟ يونة كانت فقط تنظر ولا تنوي المساعدة ومليسا كانت تصرق لما كل هذه الأموال؟ بعد عدة أيام جاء يوم الأحتفال بعملة فضية واحدة إذا حصلت على المركز الأول ستحصل على سمكة نهرية كبيرة أجل باب المكجول أكثر جد من مهرجان الصيف فقط بمنجرنا هنا يمكنك الحصول على أقدام الفراخ المشوية تحدق مليسا في كل هذا مصدومة؟ إنه سوق كوريا الليلي صحيح؟ يا رجل لم تستطع تخيل مهرجان الصيف أن يبدو مثل سوق كوريا الليلي وتلتفت لناين تسأله هو لم يرى مكانا كهذا من قبل صحيح؟ هل ناين محبط مثلها؟ كان مندهش ويقول أجل لم يرى مكانا بهذه الروعة من قبل تفكر في ناين كجرم لطيف صغير متحمس وتقول إنه يشبهه كثيرا ماذا إن ظهر له ذي الفجأة وأخذ بهزه؟ كان سيبدو لطيفا كالأطفال طفليون بشكل لا يصدق ستعطيه الدرجة الكاملة يستغرب منها ناين تقول أولا يسعدها أنه أعجبه المهرجان لكن لماذا لم تأتي يوري إلى الآن؟ تتنهد مليسا وتقول صحقا لها إن ناين جيد لكن عقلها هو الفاسد وتتسأل مليسا بينما كان يمشيان هل ناين ويوري سيأتيني حقا؟ كان يشب عليهما أن يلتقي هنا كان الناس والفتيات يصرخ ما هذا إنه وسيم جدا ابتعدوا عن الطريق أيها الحمقة لا أستطيع رؤية هذا الوجه الوسيم بعدها يعتذر أستاذ إيان ويقول إنه آسف حاول اختيار ملابس غير جذابة قدر الإمكان تخبره يوري لا بأس يقول لها لكن إن شعرت بالغيرة يريد منها معرفة أنه لا يهتم بأي من هؤلاء النساء تقول له لهذا كان يجيب على كل من يرحب به لأنه غير مهتم يضحك ويقول كان يجيبهم لأنهم من شعب مملكته وهنا وجيم ليس المصدوم كلاهما شخصيتان رئيسيتان كلاهما يمتلك مظهرا جذابا بعدها تحدق بناين يبتسم لها وتقول ثلاثتهم وسيمون الآن هي تشعر بالزوء ناين خصتها أيضا وسيم يستطيع التغلب بوسامته على الحمق الآخرون ولكن ناين ليس بمركز الاهتمام بينما أيان هو من يجذب الجميع حاسنا السبب بسيط أيان هو الشخصية الرئيسية وناين شخصية ثناوية على الرغم من كونه وسيمون جدا وربما يكون باختلاف المناصب فهو الأمير بعدها تصرخ يوري وتنادي على ميليسا يصدم إيان ويقول ماذا ميليسا ترحب يوري بميليسا وتقول لقد أتت حقا وتشكرها على ذلك تجيبها ميليسا أنها وعدتها لا شيء لتشكرها عليه بعدها تتحمس يوري وتقول وهو هل نجحوه؟ يجيبها ناين أجل شكرا جزيلا لها بفضلها استطاع الاعتراف لميليسا تقول يوري هذا مريح لا بأس لقد قامت بما طلبته منها ميليسا بعدها تقول هاي لحظة أيقول ميليسا بلا ألقاب؟ هل هو ماذا تقصد؟ أقال اعترف للتو؟ يقول لها أجل شيء من هذا القبيل والسيدة إنيزاميث ليس لها دخل بهذا تصخر يوري وتقول ها؟ هل يزعجه إن تدخلت بهذا؟ تفكر ميليسا ما بل الأجواء تغيرت فجأة يوري جيدة مع الجميع ونين لطيف أيضا مع الجميع لما هما معا هكذا؟ هو هيك سالم مع سالة التنافر أو موجب مع وجب بعدها يأتي ولي العهد ويقول إنه سمح ليوري بأن ترافقه لأنه سمع إن ميليسا تحظى بوقت عصيب وهذا الرجل معها مرة أخرى أهو خادمها؟ هل هو يعمل عندها بالدقية؟ تفكر في عقلها الدقية بها أكثر من ثلاثة آلاف موظف يا رجل ناين هو ملكها لكن ليس عليها إخفاء ذلك تمسك بياد ناين وتتقرب منه السبب الذي صدم ولي العهد ويوري كان ولي العهد أيضا متحمس هو ويوري يمكنهما الإمساك ببعضهما مثلهمها لكن يوري أغلقت يديها بسرعة حتى لا يمسكها ولي العهد لا سبيل الإمساك بالأيدي بعدها يقول أيا يكن إنه هنا اليوم للاستمتاع بالاحتفال كإيان ليس كولي العهد لذا سيكون كريما تفكر في عقلها إنه يستنفى الصبرها يتحدثك أنه يسدي لها معروفا بالتغاطي عن الأمر سيتغاطى عن هذا يتحدثك أنه ملتزم بعقد خطبتهما يا رجل إنه ذاهب للاستمتاع بالاحتفال مع إمرأة أخرى بدلا من خطيبته ياري ياري إنها بالفعل لديها فرصة لإزعاجه لاحقا لذا لتتغاضى عن هذه المرة كان هناك شخص ينادي فلتأتوا للعب لعبة التصويم لدينا الكثير من الهدايا الجميلة إن شاركتم بحل اللغة ستفوزون بالكثير فلتأتوا للحصول على الآيس كريم اللذيذ هناك من أفضل النكهات كانوا محلين جم بعض تسأل يوري ولي العهد لقد قال أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر بها مثل هذا المهرجان يجيبها أجل ثم تسأله لكن ما اللعبة التي لا يطقنها لقد فز بكل شيء ستنتهي الجوائز هكذا لحظة عند بديب اللي في إيدها الأرنب اللي هو جاء اللي هو جايك أخو مليسا الدبدوب اللي هو ولي العهد والذئب اللي هو جاك فورتون ضال الرابع بعدها يقول ولي العهد ليوري يوري كيف تنتظرين مني أن أظل واقفا وعينيك الجميلتين هاتان تنظران لجائزة ما هذا كان المشهد في الرواية تبقى الرواية إيان قد فز بالكثير من الألعاب بفعالية جاذبيته البشرية قد نال إعجابا يوري لكن هذا المكان مختلف عن الأصلي يوجد بطل جديد هنا حتى الشخصية الرئيسية لا تستطيع هزيمته الكوريين معروفين بتفوقهم بجميع الألعاب ويوجد هنا شخص موهوب قد طلب منه قبلا عدم المجيء مرة أخرى لمدهجر الألعاب الليلية لأنه يفوز بكل شيء وهذا الشخص هو أنا مليسا بون بريت تقول عندما كانت صغيرة اعتدت الذهاب واللعب إلى أن يأتي والديها ويجرانها خارج السوق الليلي لبتتوقع أن يحدث هذا الآن كما أنها قد قرأت الرواية هذا يعني أنها تعلم أي نوع من الألعاب ستقوم يوري باختياره تقول أجل أجل تعلم بهذا الوقت ستقوم يوري بالإعجاب بإحدى الجوائز يسألها إيان هل هناك ما تريده؟ إيان سيقوم بالتقدم للحصول على الجائزة حتى الآن لا زال كل شيء يسر وفقا للرواية لكنها ستقوم بتغييره تأتي مليسا وتقول يا إلهي ما هذا؟ وتفكر مليسا في عقلها الآن يوري ستقول أليس هذا لطيفا؟ عندما ترى دمي الدوب تشبه إيان صحيح؟ ثم تقول يوري أليس هذا لطيفا؟ بعدها تقول مليسا ماذا؟ هذا؟ تقول يوري أجل أجل إنه لطيف جدا صحيح؟ يا إلهي ماذا تفعل؟ تقول مليسا يا إلهي ماذا حدث للحص الذوقي لبطلتنا؟ إنه بشع من جميع الجهات من قام بتصميمه فليوذر نفسه حالا إن أعطته لطفل ما قد يبكي لن يصلح جيدا حتى إن تم غسله مرتان على التوالي تقول مليسا إن كان هذا ذوقها إذن عليها احترامه لكنه يبدو غريب بعدها يأتي ناين ويقول إنه لطيف جدا تحدق بهم مليسا وتقول ماذا؟ هل أنا الأحيدة ذات الذوقي المختلف؟ أم أنه بالفعل لطيف حتى مع هذه العيون الحادة؟ لكن بالنظر لوجه إيان يبدو أن عيناه ليس بهما شيء من اللطافة تقول يوري إنه يشبه مليسا يجيبها ناين خاص هذه الأعين الحادة لطيفتان جدا توافقه يوري وتقول أجل أجل لطيف لأنه يشبه مليسا وذل سأل مليسا ما الأمر مع هذان الاثنان؟ لا يهم كم يبدو بشي عن هذا الشيء لكن هل هي تبدو هكذا؟ هل هذان الاثنان متفقان على فعل هذا بسرية؟ بعدها يقول صاحب اللعبة حسنا هل سيطيل النظر فقط ولن يقوم باللعب؟ تقول مليسا أنها نست الأمر لقد كانت مصدومة بسبب ما رأته الآن ما اللعبة التي عليها الفوز بها لربح هذا الشيء؟ وتقول هذه هي كاتب الرواية لم يكن بذلك الابتكار كل الألعاب كانت تشبه الألعاب الشعبية بكوريا لم تفكر بهذا السابقا لكن هذا يبدو مضحكا يسأل إيان صاحب المتجر كم سعر التجربة؟ يقول صاحب المتجر إنها قطعتان فضيتان بعدها تقوم مليسا بإعطائه قطع الفضية قطع الفضية الواحدة تعادل خمسة آلاف هون هذه سرقة لكن لا يهم إنها غنية يسأل إيان مليسا هل تريد فعل هذا حقا؟ تجيبه أجل إنها واثقة إن باستضاعتها هزيمته يقول إيان إذن سيبدأ أولا وتفكر مليسا الترتيب ليس مهما بل النتيجة هي الأهم وبدأ اللعب وتقول كما توقعت حتى إيان الشخصية الرئيسية بالرواية لن يكون جيدا بتجربته الأولى لكن هو سيحطم الرقم القياسي بموهبته هذا ياتف له جميع الناس واو إنه مذهل وسيم وبارع باللعب ذات الوقت إنه مذهل قوة يدي هذا الشاب مذهلة لكن مليسا متقززة صحقا له يطلق الكثير من المديح فقط لهذا وكان المغرور فرحان بحاله يتفخر ويقول لقد حطم الرقم القياسي لذا سيأخذ الدمية التي بيدا بعدها تقاطعهم مليسا وتقول لحظة إذا أحرزت رقم قياسي جديد سيعطيها هذه الدمية هي من دفعت أولا لكنه من قاب باللعب أولا يجب عليه إعطاءها فرصتها يمكنها إحراز رقم قياسي حضق بها إيان ويقول هي حتى لا تعلم كيف تلعب هذه الألعاب تقول له جلالة بعدها تقول له إيان يريد إخفاء هويته تقول له إنها مرته الأولى أيضا وقد قام بعمل جيد كيف يقول أنها لن تستطيع تقول لصاحب الملجر لا بأس بكلامها أليس كذلك يتبتل ويقول أجل لكن أليس كلاهما معا تجيبه لا الآن فليقوم بهذا تضع العملة النقدية بعدها تستجمع كل حواس الفتاة الأتاك واللعوبة خاصتها فكري يا مليسة إن مجسمات خل الماء هذه هي بعض الحشرات التي تودين التخلص منها استعدي والآن هيا الغضب هذا كان إيان الذي اعتدى مغزلة فتيات أخريات وهذا جايك دائما ما كان يحتقرك والآن هذا وهذا وهذا جاك فورتون أرد إذا أناين وميلودي هذا الوغد هؤلاء جميعهم إنهم حثالة رقم قياسي جديد خمسة ألاف نقطة كان الجميع مصدوم ومليسة تشعر بالارتياح الآن تفهم لماذا لعبة ضرب خلد الماء تعد لعبا لتهدئة الأعصاب وتقول لصاحب المتجر لقد فازت الآن فليعطيها دميتها بعدها تعطي مليسة لعبة الأسد لناين كان سعيد جدا ويشكرها وهوري التي كانت حزينة في الخلف هي أول من طلباته والأستاذ ناين الذي كان متجمد في مكانه قصد إيان تخبره مليسة لازال هناك الكثير من الألعاب ما رأيه؟ هل يريد تحدي للانتقام؟ يقول لها ما الذي حدث لينتقم إنها مجرد لعبة إنها فقط للتسلية تقول له حسنا كما يريد الأولى على اليسار الثانية تحت الطاولة أما الثالثة فهي بداخل كماك يتوتر صاحب اللعبة ويقول الإجابة حسنا إذا أردتم أن تتسألوا كيف عرفت مليسة هذا من خلال إعطاء بضع عملات نقدية ليونا يعني يونا عارف كل حاج يقول إيان بعدها فليذهبوا للعبة التالية لقد قامت مليسة بنحط أشياء بوسطة إبرة وكان إيان مظلوم يصرخ ويقول كيف يمكنه النحط باستخدام إبرة هذا سخيف تضحك وتقول إنها تعلم كان على وشك البكاء ويقول إذن فليذهبوا للعبة التالية ودخل السهم الهدف تقول هه نجحت بعشرة أسهم من أصل عشرة جميع الأسهم بالمنتصف يصرق إيان ويقول إن للعبة التالية تقول مليسة ليهم القوى بهذه اللعبة بل السرعة والمهارة وبعض من الغضب الداخلي والآن كرة تستلة فلنمسك الكرة باليد ليسرى فخر إيان إتلاشة لقد تحطم فخر إيان بنفسه وكان كلا من ناين ويوري يشعران بالسعادة تسألهم مليسة أليس من غير المريح حمل الدببة في الأرجاء هكذا يقول لها ناين هذا لمليسة فلا بأس كما أنه لا يزعجه تجيبها يوري هي أيضا إنه لا يزعجونها تحضر مليسة في يوري وتقول لا تستطيع رؤية وجهها من كثر الدمى بعدها تقول لإيان أن يذهب ويساعد يوري في حمل الألعاب فليظهر القليل من الود يذهب إيان إليها ترفضه يوري وتقول يمكنها حملهم لوحدها فليساعدها عندما تطلب منه ذلك تقول مليسة هذا صحيح كان عليها التفكير بإمكانية حدوث هذا الآن الشيء الوحيد المتبقي كانوا يعطوا جوائز لمحطمي الكثير من الأرقام القياسية بالمهرجان المركز الأول خاتم المركز الثاني أداة رفيهية المركز الثالث قهوة شهيرة بعدها تذهب مليسة لمكان إحضار الجائزة وتقول له أنها هنا لاستلام جائزتها يقول لها لابد أن حظها رائع نرحب بهم صاحب هذا المكان ويقول هناك الكثير من المنتجات التي قد تعجب السيدات تفكر مليسة هي ويوري يدوان كالفتاتان الأتاني تتلقيان الجوائز بسبب ناين وإيان ثم توضح سوء الفهم لصاحب المتجر فليعذرها لكن الفائز بالجائزة هي وليس هذان الرجلان يستغرب ويقول ماذا؟ لا يبدو أنها تستطيع فعل ذلك فقط من حطم الكثير من الأرقام القياسية بالمهرجان هم من يستطيعوا الحصول على جائزة ليس لأنها لعبت بعض الألعاب يعني أنها فازت بها ها 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 بعدها تخرج له مليسة ختم الإثبات بعدها تقول له أعطيني الجائزة الأولى الآن خاتم الياقوت الأحمر لا يهم قلة عدد محطمي الأرقام القياسية من الصعب تواجد مثل هذا الخاتم كجائزة بمهرجان شعبي كهذا فإنه أداة سحرية قيمة لكن لجنة المهرجان قامت بالفعل باعتباره الجائزة الكبرى بالمهرجان لابد أنه قدمت كتابته كجائزة تحفيزية لأنهم يعتقدون أنه لا يوجد أحد قد ينجح بتحطيم الأرقام القياسية بكل الألعاب كان أعلانا كاذبا يتوتر صاحب المجر ويقول إن كانت هذه النتائج لأكثر من شخص واحد فلا يعد هذا فوزا تخبره يوري لكن مليس بالفعل قد ربيحت كل شيء بنفسها هل يريد منهم إحضار شهود؟ بعدها يذهب صاحب المجر ويقول فلينتظر للحظة سيطلب من أحد التأكيد يخبره الرجل إنه يؤكد له لقد فاسد بكل شيء وحدها توتر الرجل ويقول إنها وحش عندما تأكد الرجل من الحقيقة أصبح بأبو أي عيناه يهتزان بخوف تنادي عليه مليسا وتقول تعتقد أنه أخيرا انتهى من التأكد من الوضع هل يستطيع الآن إعطاءها خاتم اليقوت الأحمر بأمان؟ بعضها يقول لها حسنا حسنا لكن هذا غريب لا يستطيع إيجاد الخاتم تقول مليسا هذا هراء متأكد حتى بالرواية قد قيل هذا لإيان عندما قام إيان بالابتسام له عرض عليه إعطاءه جائزة أخرى بدلا من الخاتم بعدها ابتسمت له مليسا يخف الرجل ويفزع هل هي تبتسم ابتسام التهديد؟ طبعا للحرص على سلامتكم العقلية يا جائز وعدم جلب الكوابيس قد تم حجب ابتسامة مليسا يقول الرجل سيعطيها شيئا أفضل في المقابل إنه شيء سيجعلها كالأميرة تحضق فيه وتقول هل شعر الرجل بالخوف؟ لقد ابتسمت له قليلا فقط بعدها يذهب الرجل لإحضار الشيء لها كان تاج وتقول ليس من المفترض أن تكون هذه هي الجائزة متأكد تماما أن بالرواية الأصلية كانت الجائزة عبارة عن قلادة بالرواية الأصلية قام إيان بإعطاء القلادة ليوري عندما بدأت الألعاب النارية هل تغير كل هذا عندما تدخلت؟ ذلك المشهد كان رئيسيا بالرواية الأصلية ثم بالمناسبة هذا من المفترض أن يكون جميلا لكن تركيبته ووزنه نشعرانها أنه شيء رخيص هذا يعد قمامة إن نظرت له حقا بهذا العالم وضع التاج يجعلك كالأميرات لكن التاج حقا مقرف إلى من عليها إعطاؤه؟ حدقت في إيان الذي كان متحجر في مكانه بعدها وضعت التاج عليه تقول له الأقرب لكونه أمير من بينهم هو أليس كذلك؟ ما تفكر لقد كان يبدو فارغا لأنه لا يحمل شيء بالنهاية إنه الأمير بعدها بدأ إيان بالبكاء وهنا كانت الصدمة للجميع ما بالي هذا الأحمق؟ لماذا يبكي؟ تتمثل مليسا وتقول لا جلالتك قد يبدو بهذا الشكل لكنه لا زال الجائزة الأولى كما أنه يبدو جيدا عليه وتفكر ما الذي يحدث؟ هل لديه فوبيا من نتيجان؟ يقترب ناين منها ويقول ربما قد يكون مهينا له لأنه أرد أن يكون هو من يعطيه لأميرته تفكر مليسا أن يكون هو من يأخذ التاج إهانة له؟ هل هذا ما يزعجه؟ وما به التاج؟ بالتأكيد هذا كاف لتدمير عالمه دائما ما يتم معاملته كرجلا رائع ليس بسبب صوته بل فقط لجماله لكن إيان حتى لا يمتلك أميره يقول إيان مليسا أنت؟ لما تكرهينني بشدة؟ تفكر مليسا بعقلها هل هو يسأل حقا حول هذا؟ ألا يعلم السبب؟ يستمر بالبكاء ويقول أن يصل الأمر لإهانتي أنا حقا لأعلم لما تكرهينني الآن تقول في نفسها إهدئي لحظة يا مليسا هل أخبرته الآن أنك تكرهينه؟ لكن مليسا دائما ما أظهرت الحب لإيان يستمر بالبكاء ويقول بهذه الألعاب التي قدر بإحتيها جميعا أتعلمين كم حطم هذا فخري؟ فوق هذا دائما ما أخبرتيني أنك تحبينني ألم يكن طلب انفصالك عني مجرد خدعة لأحبك؟ كيف يمكن للشخص أن يغير تفكيره بهذه السرعة؟ هاي مليسا هيا يذهبي باي باي إن رأى أي شخص ما يحدث الآن سيعتقد أن مليسا هي الشخص السيء وكأنها قد تنمرت على إيان البريء هذا يسعجها أحقا إذن أي تظاهر الآن بأنه الضحية؟ تشعر بضغط دمها يرتفع بسرعة حسنا الآن كانت ستجيب مليسا على جواب جلالته لكن ينادي شخص ويقول فلينتبهوا الألعاب النارية ستبدأ الآن فليجتمع الجميع في الميدان لم تكن مليسا مهتمة أن يعلم الجميع بحقيقته الآن لكن هي له من محظوظ إنه وقت الألعاب النارية سبب كرهي لك أولا جلالتك لا تمتلك أي ضمير فأنت لم تنفصل عني بعد ولا زلت تذهب مع امرأة أخرى على الرغم من أنها لا تريد الذهاب معك لكنك لا زلت ملتصقا بها أنت لا تملك ضمير لدرجة إجبارها على الذهاب معك أنت غشاش أليس كذلك؟ عتت تغيير النساء كل يوم وكأن هنا مجرد ألعاب أعتقد أنك تحت وهمي كونك الأفضل وإذا كنت مؤمنا أن الأنيسة يريه أحبك الحقيقي إذن لماذا لم تنفصل عني أولا؟ يتوتر ويقول هذا ماذا؟ فتخبره هل تعتقد لكونك الأمير ستفعل ما تريده؟ يقول لكن هذا الرجال الغشاشين يفعلون الكثير كما أنه ولي العهد لذا سيكون الملك فيتوجب عليه الجامع بين الحب والسياسة تغضب وتقول السبب لحرصه الشديد لعدم الانفصال عنها هو كسب قوبة عائلة بودبريت لم يكن يريد ميليسا منذ البداية عائلة بودبريت هي السياسة والحب هو أن يكون كل يوم مع امرأة أخرى تكمل ميليسا كلامها وتقول أنت بالفعل الأمير لكن هل كل ما يجب عليك تعلمه هو كيفية الإحاق بالنساء؟ هذا هو السبب الثاني لكرهي لك أنت مؤثير للشفقة تتصرف بحقارة نحن جميعا بشر حتى إن كنت الإمبراطور ما أقصده النساء أيضا بشر لكنك تتعامل وكأن هنا مجرد أدوات هل اعتقدت أن لا أحد سيستطيع معارضتك بسبب منصبك؟ كوليين للعهد إيان ولي العهد الشخص الذي سيصبح الإمبراطور المستقبلي إمبراطورية المملكة التي ستعيش بها لا تستطيع التوقف عن التفكير إذن ما الذي سيحدث بعد انتهاء الرواية؟ تكمل وتقول أنهم جميعا بشر حتى إن كان الإمبراطور فليعلم أن الجميع سواسية هذه لن تتأذى فهي شريرة وهذه أستطيع استغلالها فهي طيبة وستقبل قلبي إن أصرارت من الأفضل لك الاهتمام بشؤون الإمبراطورية بدلا من التلاعب هكذا إيان على الرغم من كونه ليس ابن الإمبراطور الحالية وعلى الرغم من كونه ليس الأحق بعرش الإمبراطورية إلا أنه أصبح ولي العهد لأنه الإبن المفضل للإمبراطور ومع وجود الأمير الثاني والثالث أبناء الإمبراطورة فهذا يعني أنه قد أخذ أحقيتهما بالحكم تستمر مليسا وتقول على الرغم من هذا يستمر في تجاهل ما يريده شعبه وما يجب أن يكون من أولوياته فبدلا من هذا يستمتع بإنفاق أموال الإمبراطورية على حفلات الشاي ووسائل الترفيه لذا من وجهة النظر لا يسعهم سوى الحكم عليه بأنه غير مناسب لحكم الإمبراطورية يقول لها لحظة ما الذي تقوله؟ تجيبه وتقول هذه هي الحقيقة بكلمات أخرى إيان سيكون منصبه كوليا للعاهد مهددا إن قامت عائلة بودبريت بالتخلي عنه والحقيقة المضحكة هي أن إيان بالفعل يعلم حقيقة كل هذا لذا يريد أن ينهي خطبته مع مليسا بمجرد أن تصبح يوري بكامل قوتها إنه فقط أناني جبان ثم تقول مليسا عائلة بودبريت ستفضل دعم أميرا أفضل منه لحكم الإمبراطورية وهنا كانت الصدمة لإيان يقول لها ما الذي حدث؟ مليسا أنت لم تهتمي بالسياسة سابقا ما الذي تغير؟ وحدث فجأة لكن بالنهاية القرار ليس بين يديها القرار النهائي للدوق تفكر مليسا يبدو أنه ليس أحمق تماما تقول له حقا حسنا من يقوم بدعمه هو جيك لكن شال أهلتك فكر قليلا عائلة بودبريت لا تهتم من سيصبح الإمبراطور فهي بالفعل ذات سلطة كبيرة قد سمح له الدوق بخطبتها فقط لأنها كانت تحبه عندما كانت صغيرة الدوق سمح لها بالذهاب إلى الاحتفال فقط لأنها أرادت الذهاب وعندما قالت أنها تريد استلشقة بعد الهواء بليبتون سمح لها بكل سرور بالذهاب بل ووافق على إعطاء من تريد إجازة للذهاب معها أعلم ما قد يحدث إن طلبت منه شيئا آخرا؟ وتقول في عقلها في الحقيقة هذا ليس صحيحا فهو لا يستمع لما تريده بسهولة لكن هل يعلم إيان هذا؟ الدوق لا يتحدث عنها أبدا لذا قد يعتقد أنهما ليس على وفاق لكن هذا لا يكفي لكي يصبح متأكدا والآن إيان فكر ماذا إن كان ما تقوله ميليسا الآن صحيحا أم لا؟ بعدها يبكي إيان ويقول إذن ماذا عليه أن يفعل؟ تفكر ميليسا وهي من اعتقدت أنه سيكتشفها أبدأ بالبكاء؟ وتخبره عليه الأخذ بعين الاعتبار أن مالك لا يستطيع الفوز ببضعة ألعاب ضدها؟ لا تعتقد أنه قد يفوز بأي معركة ويجلب النصر للإبراطورية إن كان يعلم أنه لن يستطيع فمن فضله فليهتم بوجهه الوسيم هذا وليعش بهدوء بعيدا عن العرش أوه تقصد لكي يستطيع الاهتمام بما يفضله فقط بعدها يغادر الثلاثة ويترك ولي العهد لوحده في الطريق بعدها يقول ناين لميليسا أن الألعاب النارية ستبدأ أتريد أن يشهدها معا؟ بعدها تقول يوري هي أيضا تريد الذهاب معهما لكن كانت ميليسا وناين هما فقط من يشهداء الألعاب النارية وتفكر لقد كان الأمر مرهقا قليلا لكن كيف يمكن لعائلة يوري الظهور فجأة هكذا؟ كان أخوها الاثنان عندها يسألها هل أنت هنا؟ تسألهم يوري لماذا هما هنا؟ يجيبها أخاها لقد أراد فجأة المجيء والاستمتاع بالمهرجان لكن أين الأمير؟ فضح حاله وما حدث قبل قليل صرخ السيد أصفر على ناين هاي أن أنت لا تحب أجواء الاحتفال صحيح؟ أنت هنا فقط لجذب عزيزتنا يوري لكن ناين أخبرهم لا وهذا ليس صحيحا تفكر مليستا مع عائلة شديدة الحرص هكذا بالتأكيد لم تستطيع التحرك كما تريد كما أنها لم ترى ناين غاضبا وجدا هكذا من قبل حاليا عائلة يوري أخذتها لمشاهدة الألعاب النارية معا حسنا الرواية بالفعل قد ذكرت حب يوري لعائلتها وهم جيدون معا أيضا لكن يوري كانت تبكي لم تكن تريد لناين ومليستا أن يبقيا معا لوحدهما ستقوم بمراقبتهما تودعها مليستا وتخبرها أن تستنتع مع عائلتها لكن ناين كان يبدأ ابتسامة النصر تحدق مليستا في ناين وتخبره أن الألعاب النارية رائعة حقا يجبها هذا صحيح وتفكر أنها تخلصت من إيان وانتهت منه كل ما تبقى الآن هو أن تستمتع وتستريح كم هذا رائع بعدها يتحدث ناين أنيسا مليستا أنا بعدها يتكلم ويقول كلام تظهر الألعاب النارية في هذا الوقت كانت مليستا مصدومة مستحيل توقع الأحداث في الرواية فإن هذا هو المكان والوقت الذي اعترف إيان بحبه ليوري لكن لماذا جايك هنا؟ كما أنه أيضا يحمي الكاميرا؟ لكن يبدو أن مليستا لا تحظى بهذه السعادة أبدا بعد أن تخلصت من البطل الرئيسي ظهر أخاها جايك متخفيا ولكن أكثر وضوحا من الإلعاب النارية المشتعلة بالسماء يادر يا هل ترى ما الذي سيحدث مع أخاها؟ هذا ما سنعرفه في المرات القادمة وما الذي قاله ناين؟ وهل استمعت له مليستا أم لا؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة السلام نسك الختام وداعا باي جايز مليستا بود بريد ما الذي تفعلينه هنا؟ أولا الله اشتركوا في القناة